بسم الله الرحمن الرحيم صباح التفاؤل صباح الامل صباح العمل صباح يوم جديد مشرق صباح تحفيز الزاد ايه ده حلو او تحفيز الزاد دي ايه بقى قصة تحفيز الزاد دي انا ممكن اندلتش معكو تلت ديه لو سمحتولي يعني تحفيز الزاد هو احنا كلنا بنمر مشاكل على مدار يومنا على مدار من حياتنا بس رد فعلنا بيختلف من واحد لواحد في واحد دايما هو بيحاول يوجد حافظ نفسه وحافظ ايجابي دايما لما تبقى في حاجة مدقيقك ابحث عن حاجة تطلعك من الحل المسجي اللي انت فيها بس طبعا الحاجة لازم تبقى حاجة ايجابية برضا بمعنى اخر في ناس لما بتتدايق تحب تيرى قرآن تروح مسجد تروح كنيسة تحب تلعب كورا تحب تتفرج على فيلم الخلاصة انك لما تبقى مدقيق دور عن حاجة تبسطك اه في الشركات العالمية اه لما اول حاجة في الانتربيو بنعملها في قاتل زى كده بنشوفه الرجل اللي بنعمله الانتربيو هل هو عنده هل هو عنده المقدرة انه يعمل او يحافظ نفسه ولا لا بس هام حاجة لما تيكي تحافظ نفسك تبقى بحاجة كويسة لان في ناس مثلا يقولك والله اصلا لما دايق بروحش مقدرات لا تكده على رأي المثل وقعت من حفرة وطلعت من حفرة وقعت في فضحرجة حاجة كده يعني عشان احنا بس عادين على المصطوى خليني الاول اللي ارحب بكم وحلقة جديدة برنامجكم على المصطوى وقبل ما نبتدي حلقاتنا النهاردة اللي سوزة ولا بتعتزر ان هي عندها ظروف خاصة فمش تطلع الاسبوع تطلع معاكم الاسبوع الجاية ان شاء الله هزيه الاول نوضح للناس برضو برنامج على المصطوى برنامج على المصطوى هو برنامج احنا بنقعد نتجاوز ونتخور وندردش النهاردة دردشتنا احنا بتدناها مبارح ونكملها النهاردة طيب تعالوا نخش على طول كده في الموضبطة عن نهاردة ونرحب بضيف نوفكم دكتور عادل مرزوق صباح الفل صباح الانوار بيه الافوار تماما بص عايزة اخش معني داخلها مختلفة ادخل هو الطبيعي لما ضيفي بيجيلي انت دايما بتفاجئني بداخلات مختلفة اه لا لا انا انا بركز معاك قوي بص دايما لما ضيفي بيجيلي بقول ضيفي اسمه كزا تماما والطايت اللي بتاعه كزا انا معاك حامل عاجة مختلفة خالص هخليك انت اللي تقدم نفسك بس قبل ما تقدم نفسك عايزك تقول لي ايه شهرك وانت قاعد على المصطبه انا قاعد على المصطبه اه انا قاعد على المصطبه لا تحس انت قاعد مراح راحت شوية قاعد مبسوط كده اه بس انت فوق تريجي النهاردة نيجي بجلبية صح؟ بجلبية كده لما انت لو قلتلي بقى كنت كجولتا او جلبية كده حلوة واعلى جميلة وبعدين عاشها بوعي حتى كنا جينا عاشها بوعي مظبوط اول حاجة لما حد بيه بس القاعدة فعلا مختلفة شوية عن برنامج التاني انت اصحب في صعودك فهتحس ان القاعدة كده انت قاعد مرتاح كده اه بمالله الواحد قاعد متغير تمام اه بمناسبة برضو من ضمن الحاجات اللي تحافظ بها نفسك انك تغير انك بتعملش حاجة بتعملها كل يوم بمناسبة انك لما بتعمل حاجة كل يوم تحس ان انا ممكن اشتغل تنمية بشرية اه لا احسيت كده انا حسيت انها اتنافسني خلاص انت بتنمية بشرية مشانا قلتلك انت اقناطين بالتنمية بشرية اول حاجة لما بيجي حد يقعد معنا على المصطبة نسأله تحب تشرب ايه اه تشرب ايه اه شفت على الهوة اه حلوة برده ونازم عاملش معي حد من ضيوفي بس بجد يعبش حد من ضيوفي بس قاله انت تحب تشرب ايه طب اوكي اه ده قبل الفطر ولا لا دلوقتي حالة انت هتطلبه هيجي لك اوكي خلاص مفيش مشكلة نشرب اه اه احسي محمد والنبي للدكتور عادي القهوة وانا لو حد يعرف يجيب لي ينسون هتقول لي ينسون ما احنا بقى عادين على المصطبة مش لازم يخش دخلة مختلفة دكتور عادي العبال القهوة ما تجي لك بقى قل لي بقى حضرتك عرف نفسك اوكي هو انا اسم لا لا حاج ما تتنشنش خالط احنا نجدها مصطبة استان اهول مصطبة عرف روح اتعامل كده وبتالي لا لا عشان اطلع قدام طيب هو الاسم عاد المرزوق تمام اه سن 40 سنة اتفضل شفت باشا فيه اكتر من كده صورة علاقة دين والمصطبة السحر احنا عملت كده راح اجيالك القهوة وقال لي ينسون ايه رأيك طب انت فيه برداني مجيصور معاك اه زي كده شفت ازاي عشان تقرد بصراحة انا مزبط معاك بس خالبك انا دافع الحساب مش انت شكرا يا محمد طيب اولا صباحا الانوار يا عم دا بيقوليه كامل اللي جابل اهو يا محمودش محمد محمود شكرا يا محمود طيب الاسم عاد المرزوق السنة 40 سنة متجوز عندي اربع اولاد تسنيم ومحمد وجانا وهنا ربنا يا خلي مفروض ان انا طايت بتاعي استشاري تنمية ذاتية وقدارية ايه بقى اي قصة تنمية ذاتية وقدارية ايه يعني اه انت بس بكل ماجيه يقدمها تقولي استشاريك وانا مش فاهم ايه او الله العظيم حتى كده حتى المهاردة بس اللي بردان مهاجيه فانت بتقول لهم اما كان معهم وكل يوم يقدمني كده عايز اقول لهم انا مش فاهم اللي بقدمه فقلت اطلع من الطب ده وخليك انت القداد نمسك وتعرفني يعني استشاري تنمية ذاتية وقدارية حال استشاري تنمية ذاتية وقدارية يعني الفكرة كلها ان احنا تقريبا دردشنا قبل كده في الحبار سابق ان كلنا كبشر محتاجين حياتنا تبقى احسن محتاجين نجوت حياتنا اكتر تماما صح في الحالة دي انت محتاج تنمي نفسك على مستوين مستوى النحية الذاتية او الحياة الشخصية والنحية الادارية او المهنية تمام تمام غالب الامر كل حاجة في حياتنا لنا فيها حد استشاري او خبير او مدرب او محاضر او موجه او مرشد او حد بيعرفني امشي زي تمام تمام فهي الفكرة دوري كله ان انا بساعد بعض الناس وبعض الشركات ان هم ينموا نفسهم او يعملوا عملية او تطوير لمهاراتهم الشخصية او مهاراتهم الادارية سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الشركات حلوة بس ده الموضوع ببساطة طيب دايما بحس ان قصتاتك اللي بتنزله على الفيسبوك في عبارة في الاخر بتقول عيشها بوعي ايه بقى قصة عيشها بوعي دي انا ملاحظ دايما انك بتحط هذه العبارة بأي بصد انت بتنزله عيشها بوعي انت بتابعيني بقى انا هجيبك من هنا تابعيني اوكي اوكي او ممكن محنك بتنزله بالأول او مضادة بالنسبة لك او بصحب شوية لا او شاب لا والله بجد يعني وانا اشتب لي لسون وبتعاوة ممكن نجيب سلمشات فبو طعمية والأمور تبقى ماش يعني ده المستوى على الاخر بقى المستوى على الاخر او مستوى مفيش بعد كده اوه ماشي الكلب بقى مجيب مستوى ممكن طابلية كده لطيفة برد هجيبها المرة الجاية المرة الجاية والك في طابلية طيب وكاة بص هم هم هنا في القناة بيلاقوا مني بس انا فعلا كنت نوف مرة كده اجيب طابلية واجيب اقول له وحصيرة هطلع بص طالعة ما انطلعتش قبل كده في ايفردينك ممتاز طيب الفكرة كلها ايه المقصود بالهاشتاج بتاع عاشها بوعي احنا كبشر ماشيين في حياتنا كلها كده انت مطلوب منك مهام يومية لازم تعملها تمام وعندك اهداف هتقوم بيه تمام طبعا عندنا اشخاص عايشين بلا هدف وطحونة الحياة هي اللي طحناه بقى وبيقوم الصبح يروح شغله ويروح مدراسته ويروح كليته هوا عندنا اشخاص ولا موظم الاشخاص اه جزء كبير اه ده حقيق يعني اللي احنا مسميش شخص عادي اللي هو تولد ولادة عادية والتعلم تعليم عادي وتخرج من كلية عادية وتجوز واحدة عادية فجاب عيال عاديين اه ومرض مرض عادي وربهم تربية عادية وماتموت عادي هو ده بيسموه شخص عادي ولا شخص ارتجالي اه شخص اه يعني هو بيبنازل الشارع بيلوش مش عارف وراه هتنه ما هو ملوش هدف في الحياة ودي مشكلة شوية هو غالب الامر ده بيعاني دايما دا يتليه ده عنده فراغ في الوقت كبير يعني دا بيقولك انا مش عارف عامليه في وقت لا لا مش بالضرور هو ممكن يكون عنده طحن وقت بس لصالح اهدافنا استني اه تمام يعني انا مثلا صاحب شركة او كيان اه لو معي شوية موظفين هم في الاول والاخر بيقوموا بالمهام اللي انا بوكلهم به تمام عشان مستني راتب اخر شهر تمام فهي دي حياته الروتينية تمام فغالب الامر اللي بمتص طاقته ووقته وجهده لصالح تحقيق اهدافي نزلت خطورة الامر بنقول لو انت ما انتشليك هدف فاعرف ان انت عايش حياتك لصالح هدف لحد تاني تمام يعني انت بتقوم بدور في تحقيق هدف شخص تاني هاي ما فيش حد في الدنيا في اعمل غير كده نرجع بقى لعيشها بوعي تمام فالفكرة كلها ان انا عايش بقى بهدف او من غير هدف هو انا لو ماشي في السكة وعارف السكة دي منين بتبتدي تمام ومنين بتنتهي وين مطباط اللي ممكن تقابني وازاي اقدر اتخطاها وعندي اه يعني قدرة ان انا اتصرف في المواقف تعالى بمناسبة ان انا مطبط انا في مطب بوقتي في دي بقى ايه اخبار القلم مش لايه مش لايه القلم مش لايه القلم اوكي مش مشكلة بحدي يجيب دي القلم اجابة عشان نكتب بس نستفيد باي معلومة بتتعال محمود برضه ولا حد ده صيد فالقصة ببساطة خالص ان انا لما بعيش بوعي بعرف ادرك الامور اللي حواليها وعرف ازاي تصر حلو اوي لو انا عايش من غير وعي يعني افترض ان فيه حد وقف ورا الكاميرا تمام او في الغرفة ورا وهو مش عارف اصلا منتاج ولا عارف اخراج ولا عارف ازاي طلع اول عارف ازاي زبط اضاءة بس ده مش عندنا احنا مش في قناة الصحة والجمال فايي قناة انجر الصحة والجمال معقولناش طلعنا بالشكل الحلو ده طبعا بس انا بتكلم لو حد ما عندوش وعي ده وعي ده هيتطلع حاجة هينتج لنا حاجة كويسة لا طبعا مش هيعرف يطلع مخرج كويس تمام فدايمن انسان اللي ما بيكون عايش بوعي بيعرف يتصرف كويس تمام عايش من غير وعي تمام بيتخبط في الحياة شكرا تمام خليك على المستقبل متخيطلع ده ما عازل عازل الم معك تمام يتفاضل اوكي فالفكرة كلها البساطة ان انا لما كن عايش بوعي بعرف اتصرف في الموقف اللي حوالي ايه تمام عايش من غير وعي الدنيا اللي حواليها بتبقى ملخبطة انا ماشي اصلا مش فاهم ان رايح فين وجاي من ايه ولذلك بنقول ان اهم اربع حاجات لازم تكون عارفهم تكون عارف انت فين اين انا وماذا تريد انت رايح فين ومتى اصل انت هروح وكيف اصل تمام ازاي هوصل تخيل كده مثلا لو انت بتتحرك بالعربية بتاعتك وبدأت تشغل يعني جي بي اس بتاعتك على الموبايل وانت مش محدد له نقطة الانطلاق تمام هيعرف يوجهك لا طبعا طب مش محدد له انت رايح فين نقطة انت رايح لها مش هيعرف برضو يوجهك صح في نفس الوقت هو بيخدمك بالاتنين التانين بيديك الوقت المتوقع انك تروح فين وبيديك الطريق اللي المفروض تمشي علي ايه فاحنا المفروض في حياتنا نبقى عارفين احنا فين الاول وعايزين نروح فين وازاي امشي ازاي روح اتنقل من النقطة دي للنقطة دي وانت هروح تمام لو انا مش عارف ده غالب الامر الحياة هي اللي بتزقني في اي اتجاه ممكن بعد سنين طويلة اكتشف ان انا كنت ماشي في اتجاه انا مش عايز اقصد اه بس بعد يكون فقدت وقت كتير جدا خلاص انت فقدت اصلا اغلى حاجة في حياتك وعمرك صح ما هو اللي عمره هو عباره عن مجموعة ايام مساعدة تمام انت قضيت افقان اتجاه بتيجي تفتشف بقى بعد سنين طويلة انا قلت انا كنت ماشي اصلا في حاجة لا هي الباشن بتاعي ولا هي الشغل بتاعي ولا هو هدفي ولا هي حاجة حققت بها ذاتي ولا قدرت اقدر بها نفسي ولا قدرت افيد بها نفسي ولا فيد بها اللي حوالي انا كنت بعملين اذا انت لازم لازم تبقى بتاعي كل حاجة انت بتعملها او هتعملها صح ما تعملش كده خلي بالك هو الفرق ما بين الانسان والحيوان ان الحيوان لا يع اللي بيعمله كمان بيعمله حسب الجريزة بتاعه انما الانسان هو المفروض انه بيع الحاجة اللي بعمله حقيق يعني انا اعتقاضي وراي ان الانسان اللي بيعمل حاجة من هيروعد فهو رح في حتة تانية موقت ناطق صحيح كده صحيح كده لا حقيق وعلى فكر الدم بيفسر نظرية سيجماند فرويد طبعا سيجماند فرويد عالم نفس كبير جدا مشاهير يعني تمام لما كان بيتكلم ان دايما الشخص عنده صراع ما بين الايدي والايجو والسوبر ايجو تمام براحك كده الايجو او السوبر ايجو اللي هو الانا يعني هو بيدور على الانا وطبعا مش الانا المقصود بها الانا اللي هي الايجو العجبة بالذات لا بيدور على الانا في كل حاجة يعني هو عايز يرد رغباته عايز يرد شهواته عايز يرد ملزاته عايز يعمل اي حاجة هي الغريزة الجنسية والغريزة العادئية يعني اكتر حاجات بتتحكم في البشر وبالمناسبة المقصود بالغريزة الجنسية مش ليس الجنسة جنسية المحافظة على الجنس البشري تمام وبالمناسبة دي غريزة موجودة في كل الكائنات يعني حتى البكتيرية حتى مش عارف ايه دايما تحافظ على استمرية النوع حتى لما تروح تقابلها بمضادات حيوية مش عارف ايه بقى هو عايز يحافظ على بقاقة نوع فيحاول يتشكل بشكل اخر عشان يفضل مستمر تمام ودي بيشترك فيها الانسان والحيوان اللي هو بيحركوا الغرائز سواء كانت غرائز جنسية او غرائز عدئية تمام بييجي بقى على الجانب الاخر يجي بقى الايدي الايدي بقى اللي هو الايه القيم اللي هي بقى تيجي بقى انا عايز اعرف هو انا كده يعني صح ولا غلط اللي انا بعمله ده مناسب لمعتقداتي ولا لأ مناسب لقناعاتي ولا مش مناسب مناسب لقيمي لمبادئ اللي تربت عليها للأفكار اللي انا بتبناها لوجهات نظري يجي هنا بقى الايدي يدخل بقى في حالة صراع فيقولك لأ حرام مينفعش لا يجوز المجتمع هيرفضه الصراع ده الحالتين غلط الغريزة هي لتحركك او القيم هي لتحركك الحالتين صعب الحل انك تدخل في مرحلة الايغو اللي هي مرحلة اللي تجمع ما بين الاتنين اعتقد ان الناس الاسلام بيحوس على ذلك الاعتدال والوسطية في كل شيء طبعا طبعا فالمفروض ان انت بتمسك بقى تتحكم في غريستك بالقيمة كان بيدوا تشبيه لطيف كده ان مثلا في طفل هو والده والدته فداخلين سوبر ماركت فالطفل الصغير يمثل السوبر ايغو اللي هو عايز شاهده بس فلاقى شكلت قدامه او امواخدها وفتحتها هوب حطها فوق طبعا احنا لا اخدناها ولا اشترناها ولا استأذلنا الرجل ناخدها ولا دفعنا تماما تماما هنا اللي بتحكم في غريستك صح تماما جي بقى الاب نهره فقال له انت بتعمل ايه ده ما ينفعش ما يصحش انت زي بتصرف كده هنا بقى موضوع القيمة بدأت تدخل ان التصرف ده غير مناسب لسلوك المجتمع تماما ويعتبر اعتداء على الحقوق الغير فبالتبعية يبدأ ينهره لو جي بقى قلنا ان الام هي النظرة المعتادة لما بين الاثنين فتقول له يا حبيبي دي حاجة مش بتاعتني المفروض نستازن قبل ما ناخده طب خلاص انت بتزعق له ليه خلينا ندفع تمانها ونجيبها له تماما فهنا اللي هو مثلا انا عايز غريستي الشهوانية مثلا هل ازني ولا اتجاوز لا اتجاوز فاذا لبيت الغريزة ولكن بما لا يتعرض مع القيم والمسل والمبادئ تمام والمعتقدات والافكار والقناعات السليمة اللي انا بتبنى تمام فده التوازن اللي المفروض ان احنا نوصل ان انت دايما في حالة صراع ما بين غريستك وما بين القيمة والمبدأ والمعتقد والفكرة اللي انت بتتبنىها وجهة نظر اللي تربيت عليها او نشأت عليها الازمة الكبيرة بقى ان ممكن تفتكر ان في بعض حاجات هي اي دي او حاجات كبيرة وقناعات ومعتقدات وقيم ومبادئ وهي في الاساس غلط يعني انت بترجع عليها عشان تحكم اذا كان تصرفك ده غرائيزي وينفع تعمله كنترول ولا لا وهو اصلا الاداة اللي انت بتتحكم وتحكم بيها هو المبدأ مبني غلط اصلا لان انت بنته بلا وعي جالك بمجرد التلقي ان واحد قالك معلومة فانت تبنتها فاصبح خلاص هو ده المبدأ اللي انت عيشت به اذا انت حرك في الاشتاج بتاعك لما بتنزل بوعية انت لما بتقول انا بدي نصيحة خليها كده عيشها بوعية فكر فيها وشوف ازاي تعملها ولو اقناعات يبيعها تبقها جميل صح كده تمام وكل النصائح بتساعدك ان انت تتعيش حياتك بوعية افضل هزين ما نخش في موضوع الحالة بتاعة المرة تخيل ان كل ده هنماش في حالة المرة طيب خلينا بس اقول الدكتور عادل كنت انا مصادف مبارح في برنامج صحتك صروتك فتحنا موضوع في الاندة العالمية موضوعه هو منتشر اول ايام دي هو العلاقة بين الكئابة والانتخار واوبتادولنا الموضوع والموضوع مخلص فانتفقتي مع دكتور عادل انه هو لازم نكمل الموضوع النهاردة لان الموضوع في منتها الاعمية عاديد عادل بقى نكمل عادي اول نفرق بين الكئابة والاكتئاب ا600 وعادينا اعرف ازاي انا اوصل شي للكئابة تمام اوكي بس سريعا كده احنا يعني عشان اللي ما شايفش الحلقة مبارح على صحاتك صلوتك بس هو قبل سريعا انا عايز اقولك الحاجة بص الحالة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ثلاث فقارات طب ثلاث موضوع هنتكلم فيه هنتكلم عن الكآبة والاكتاب وازاي ما وصلش بالكآبة علشان بتؤدي الاكتاب وهنتكلم عن الكارزمة والموضوع التالي تحسيبك انت هتختاره عشان تاني بيه حلقتنا النهاردة هنتيدي الاول بيه بقى بالكآبة والاكتاب كآبة والاكتاب اكي اروح على الكارزمة اتفع طب تحب الكارزمة عشان انت دايما بتقال علي الكارزمة لا انا مش عير انا بجد اعيز اعرف من اكتر من الصلاحات اللي منتشر على الدكتورة علاء انه كارزمة لا ايا منتشر انا محمد علي طيب عشان بس اللي ما حضرش الحلقة بتاعت مبارح او ما سمعهاش يبقى بدأ معنا بنفس النقطة اللي احنا ابتديني بيه فمش هنعيد اللي قلناها بس هندي لامحة سريعة كده على اللي قلناها ونبدأ نكمل تمام الفكرة كلها بالنسبة للموضوع الكئابة والاكتئاب وايه الموضوع وايه اللي هاكتب بالانتحار احنا اتفقنا مبارح ان المفروض ان المجتمع ببعيد اوى عن ربنا وبفكر في حالة الانتحار انت كرهتني في ربنا دون قصدي منك يعني تمام ولو انت والمفروض نحن نكفر الفاعل مش الفاعل يعني نفرق ما بين الزنب وفاعل الزنب ده يفرق كتير جدا الحتة دي وفي مواقف كتير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف مع الصحابة تدل الفرق بين الفاعل والفاعل ان انا اصلا ماليش علاقة بالفاعل انا ليه علاقة بالفاعل حتى في الجانب الايجابي مش السلبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول اذا رأيتم الراجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان رايح بقى بيصلي رياء بيصلي كبرياء بيتعظم بصلاته ملناش فيه انا ليه الظاهر وليه الفاعل بتاعه تمام طيب الجانب الاخر اللي هو الجانب بقى اللي بيقعد يترحم انت كده بتساعد كتير من الشباب اللي هو ناقص له تكة وينتحر وبيفكر في الانتحار ان انت بتبرر الموقف بتاع المنتحر تمام وفي الحالة دي انت برضو عندك مشكلة في التفرق ما بين الدافع والمبرر هاي فيه فرق بين دافع دافعوا لهذا السلوك وفرق بين مبرر انت بتتبنى هذا المبرر انا عايش معك بوعي اه انا عايش معك بوعي بلقي بتسلمني اه والله فالفكرة كلها اننا المفروض اننا افرق ما بين دافع دافعك لهذا التصرف او مبرر يعني بمعنى صح هسألك سؤال لو فرضنا كمثل يعني برضو متسلمين وانت برضو رطل المنحوظة دي انا بقى اتنايش معك مع المستوى بقى طب حاله هتصدق التجربة اتفاقنا بس مش هدخلك انسون ولا اوكي صحيب نفترض ان انا طلعت بره دلوقتي ولقيت راجل عالطريق قعد بيصرخ ويصوت ولبس بدلك كده وامج وهي مر واحد بيصوت او يزعق فالمشكلة انك ممكن تحكم عليه انه هو ازاي راجل يوقف ويصوت في الشارع يعني سابق ايه للستات عشان يعمله ده لانك ما تدركش ايه الدافع اللي دفع ده تمام تمام المفروض ان انا احترم دوافع البشر مدوم تلاقى اعلم الدافع يعني انا ما عرفش الدافع ايه فخلاص لعل يكون في حاجة انا ما عرفهش خليته يتصرف تصرف ده هنفترض ان فضولي او فضولك دفعنا ان احنا ما عرفه وعمل كده ليه تمام فاكتشفنا ان هو بيعمل كده لان كان ابنه في ايديه وبيعده طريق ربنا احفظ لنا اولادنا جميعا وجيت عرباء خبطت تمام هل هتتعاطف معه او لا هتبرله المنقف او لا هتردت الفعل بتاعته ساعتها بقى الطبعية انا ممكن ان اقعد جنب وقعد وصوح صح كده تمام فالفكرة هنا ان الموضوع ارتقى بقى مبرر ليه لانك ادركت الدافع ورجعت قيمته بناء على قيمك انت وقناعاتك انت فلقيته متناسب معه حلوة فقلت ده مبرر تمام طيب نفترض انك سألت الراجل في مشهد اخر وقلت يا جماعة وبيصوت ليه قالك فيه الم خيم كده وبيعد الطريق وقع منه فعرباء جدا ستقلين مش هتعاطف معاه مش هتعاطف معاه بس هتسخر منه لا هو انا مفترض اننا ماسخرش بقى اصخر القوم اللي تابعا ما دوسه خالده هي دي الفكرة بلا انا عايز اتكلم فيها ان انا احترم دوافع البشر انا مش مختنع ان انت يعني تستاهل تأوم الدنيا وتصوت وتلم عليك الناس عشان قلم صح ولكن انا معرفش برضو القلم ده بالنسبة لك ومسل ايه وانا مش هتعاطف معاك بس مش هتعاطف صفك غير الحال الاولانية الحال الاولانية النهاردة لما ابنه حصل له حاجة انا تعطفت معاه وقفت معاه صح القلم الكسر انا مش هتعاطف معاك ولكن مش هازخر منه جميل ليه لان انا احترم دوافع البشر فيه دافع دافعه انا معرفش الدافع ده يمثل له ايه لان انا اختلف عن معتقداته اختلف عن قيمه اختلف عن مبادئه اختلف عن افكاره اعصد ممكن يبقى الالم دهبه ونزبه بقلم دهبه وكان هو رايح يبيعه مثلا اه افتراه ممكن يكون جايله من والدته وكان بيأزها جدا وارد جدا وبالنسبة له الالم ده حياته يعني دي الحاجة الوحيدة ده بقى من والدته اول فيه ممكن حاجات كتير جدا انا معرفوش طبعا فغالب الامر انا بيحترم الدافع المشكلة ان احنا احترمنا مش احترمنا دافع للمنتحر احنا بررنا له ده يعني وصلت لمنطقة التبرير لا المفروض ان انا احترم الدافع ولكن انا مبررش لانك لو بررت التصرف ده هتلاقي بدل الواحد مليون صح خلاص خلصنا ما هو فيه مبرر ده هو كمان اللي هينتحر ده هو هيبرر لنفسه قبل ما ينتحر ما خلاص يعني اقول لك والله انا هروح انتحر لان انا ما هو ايه المشكلة يعني او ما ديكش واحد زهب من حياته وبيقول اهو الاكتئاب بيؤدي الانتحار خد بالك من الحت دي ناس كتير من سكتها يا جماعة مريد الاكتئاب دايما ممكن يؤدي الانتحار المشكلة والازمة وده اللي كنا بنتكلم فيهن بيا راح بقى ان كل الناس الكائبة او اللي بتحس بنوع من انواع الديئة او الخانقة او التوتر او شوية صدمات كده وكلاشات في الحياة بتعتبر ده اكتئاب فهو يعني ما شاء الله بقى دكتور نفسي وعمل الانتحار للحالة بتاعته وشخص وقال ان انا عندي دي برش انا راجل مكتئب خلينا نقول ان هو عمل كده خد الخطة اللي بقى كده ايه هي ان انا اروح للمتخصص اه لو هو بقى انا هفطرت جدلا ان هو قالك ان انا عندي اكتئاب خلاص انا بقيت في مرحلة الاكتئاب الطبيعي انك تعمل ايه اروح بقى لحد متخصص هو المتخصص بتقول انك عندك اكتئاب وبتبتقى ما بترحش لحد متخص او تزداد اكتئاب اكتر صح تمام تمام الفكرة بقى ان لو كتير من الناس اللي بيتابعونا دلوقتي او اللي يتابعونا بعد كده في الحلقات على السوشيال ميديا لو ادركوا ان انت اصلا مفروض ما تقولش اكتئاب كده بالسهل صح يعني مش مجرد شوية دقيقة حصلتلك مش موقف سلبي حصللك في حياتك مشكلاش حصل في الشغل مش تصادم بينك وبين زوجتك مش تصادم بينك وبين زوجك مش موقف حصل لابنك مش شوية مرض عدوا عليك مش حب الديقة مادية قفلوا عليك في الاخر انا اقول انا مكتئب لا انا مش مكتئب انا اشعر بنوع من الديقة او بالحزن او نوع من القلق او نوع من الكآبة ولذلك احنا فرقنا ما بين الكآبة والاكتئاب وقلنا خطورة الموقف برضو ان الكآبة مرحلة للاكتئاب هي سكة الاكتئاب يعني بتبتدي بكآبة وبعد كده بتتطور معك لحد ما تدي لها حاجتين تدي لها اهتمام تركز عليها بافكارك وبنشعرك بتتحول الهبط بتتحول العادة العادة يعلمت على طول عيش في كآبة فتتحول الاكتئاب بتبقى حاملة زي كرة النار كده جواك قعدة بتزيد جواك وكان مجرد فكرة عادية بسيطة خطرت في بالك فانت قيمت ان انت مكتئب اليومين دول وحاولت تتبنى هذه الفكرة ففضلت تكرارها على نفسك اكتر من المرة وتجيب شواهد شواهد من الحياة شفت امش بقولك اه حتى فلاه مش قابلني حتى مش عارف ايه فيمسك بقى كل المواقف ويفضل يقف عليها ويقولك بقى اهو اهو انا ما بتدعيش على فكرة انا مكتئب شوفت صدمات حياتي عاملة ازاي شوف الكلاشات اللي بتمر في حياتي عاملة ازاي فيفضل يبص للموضوع على اعتبار انه فعلا مكتئب تفضل بتكبر جواه لحد ما تبقى قناعة حقيقية مقتنع بيها حتى لما تيجي تقوله يا سيدي بس انت بتروح حياتك وبتروح شغلك وبتقابل زوجتك والدنيا عايشها يعني المكتئب ده بينعزل تماما عن المجتمع زي ما قلنا في حالة مبارح بس انت عايش ومتعايش يقولك لا انا مكتئب هنفعل عليك عشان يزبط لك انه مكتئب يعني انت فاهم درجة القناعة انه وصلته لدرجة انه يدافع انه مكتئب يعني هو يتبنى فكرة سلبية عن ذاته او صورة ذهنية سلبية عن ذاته وهو مقتنع بيها تماما يعني هو خلاص مصدق انه مكتئب فبالفعل يوصل لحالة الاكتئاب لان الاكتئاب شعور تمام الفكرة لما تجبر وتتضخم جواك هتوصلك في الاخر شعور الاكتئاب الحقيقي خلاص انت عندك قناعنا خلاص بقيت عندك اكتئاب فالموضوع بدأ يتطور معاك لحد ما بقيت اكتئاب اكتئاب فعليا فتنقل الموضوع من كئابة الاكتئاب طيب الصح تعالى دايما نحل المشكلة من البداية يعني ما تروحش بقى لحالة الاكتئاب واحنا قلنا مبارح ان المفروض اكتئاب يعني دكتور نفسي عشان بس ما ندخلش نفسنا في حوارات مش من حق اي حد يشتغل فيه تمام او انت شاكك انك عندك اكتئاب اولا وشاكك اه طبعا خلي بالك برضو انا هشخص نفسي ازاي انا عندي اكتئاب يعني هو صح بس النسبة كبيرة خلي بالك انا نفسي عندنا الثقافة الثقافة اللي عارف انت ايه ان ايه المشكلة ان انا اعمل مدك لتشكل اصول تشهر ايه المشكلة ان انا راح اعمل تحليل حتى الاصول الدم كمان معلش انا ارجع تاني للشغل يعني اه ايه المشكلة ان احنا كل سنة انا اشوف الطبيب نفساني اروح اعود ايه المشكلة يعني اه ده اعيد جد خلي بالك ده انا اعتبر ان هو مصدر للطاقة الايجابية بالنسبة لي هو يعني 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 انا انا عايز اقول ايه نفسي ان يبقى عندنا الثقافة الثقافة الصحية العلاجية بجد لان خلي بالك اكبر مرض موجود في العالم هو مرض الكانسر تعرف مرض الكانسر ده في بداياته انت لو اكتشافته اسهل في علاجه من العاجل الالفونز عشانه فاول فاوله انما احنا بنهمل 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 يا عم عند اصدقى اخد القرص مش عارف ايه يا سيدي بنرحبت شوية كده ما هو انت لو بتتابع وعندك الدكتور بتاعك حتى سأله في التليفون قيمك يقولك اعمل كذا خلينا نتعامل كأنها مشين لو في مكانة في المصنع عندك او العربية بتاعتك ومبتعملها رسيانة دورية او على الاقل بلاش يا سيدي انك بتشيك عليه خلينا اول ما تحس ان في حاجة غلط فيه صوت غلط في المطور صح فيه مشكلة غلط بتجري بسرعة تروح تشوف متخصص يبص على العربية ويطلع لك الاعطال اللي فيها ويحله بتلاقي الموضوع بسيط يعني مش عارف تغيير جلب مش عارف ايه بتاع تلاقي الموضوع حاجة عادية كده وتغيرت انما لو فضلت تسيبها يقولك ده جابت نص مكانة ده عايزة عامرة ده مش عايزة خلينا في مشكلة اصعب من تدخلت الموضوع سيبته يتطور وخلي بالك ومهما تصلح مش هترجع زي الاول طبعا طبعا كتير جدا من الامراض اللي موجودة حتى كمان حاجة المشاكل النفسية هو نفس الموضوع في الجانب الصحي هو نفس الموضوع في الجانب النفسي صح فلو لقطه من البداية وهو لسه بيبدأ وهو لسه حاجة صغيرة هتقدر بمنتهى السهولة تتخطاه تمام وتتعامل معه بمنتهى السهولة تمام تمام خيبس كده سريع ونحاول لناس بقى تدونها او تكتبها عندهم لو حاسس بنهم من الكئابة يبدأ يشتغل على نفسه فيه انا اول واحد هكتب المراض اوكي جميل اول حاجة ودي حقيقة على فكرة هي قوة الامام تمام قوة الامام وإحنا عندنا مشكلة شوء هنت عارف انا نفسي في قوة الامام دي لو حد يعمل معانا مداخلة حد يكون متخصص في الدين فقه او امام او حاجة ومسأله رأي الدين في الانتحار امام لو فيه يا جماعة ممكن لو حد لو فيه اي حد تسمحونا حد بس يعمل معانا مداخلة او حاجة نعرف رأي الدين في هذا الموضوع ياريت جميل المشكلة في موضوع قوة الامام برضو ان احنا لما بنجي نربي ولادنا على علاقتهم بربنا مش بنربيهم تربية ايمانية بنربيهم تربية عبادية يعني صليت ولا ما صليتش صمت ولا ما صمتش انا ما جتش من اللي هو الجانب الاماني المردود النفسي اللي هنعكس علي بعد الصلاة المردود النفسي اللي هنعكس علي بعد الصوم انت ما بنتش علاقة ما بين ابنك وربه ولذلك حتى اوقات بنغلط كتير واما صغيرين نيجي نقول له متعملش كده عشان ربنا يزعل منك او اعتعمل كده عشان ربنا يزعل منك كان فيه مصطلح لطيف طلع من طفل صغير يعني كان بيقول هو هو طبعا طفل مش مش مدرك مش مدرك يعني فبيقول هو ربنا بتاعك هو ما صوتش ان هو بتاعك يعني ربنا بتاعك بيزعل بس من كترة ما كل شيء ربنا يزعل منك او يعني ربنا يزعل منك ربنا مش هيحبك اعمل كذا اهوان ايه انا وانا لازم اعمل حاجة انت بتركز على الجانب السلبي في العقابة او في العلاقة اللي بينه بن ربنا طب وليه ربنا مثلا مش بيغفر له ليه ربنا مش بيرحمه ليه مش ربنا هو اللي جايب له دي يعني انت حبيبي لو قلت الصد هتخش الجنة مثلا او لا اوعى تكذب عشان تخش الناس اروح الاجتئاب الاجتئاب بيصدر الحاجة السلبية ايه ده اللي بيقول كده اه طب يعني الاب اللي بيقول لابده كده ده محتاج يتعالج جمازه انا هو محتاج هو نفسه يتعالج جمازه اه صح فهي الفكرة التربية الايمانية يعني بقى فيه قوة ايمان يعني ايمان راصخ جواك معاني حقيقية انت لمسها في حياتك مش جانب عبادي طبعا جانب العبادي مهم لانه هو البرج او الكبرى اللي يوصلك في العلاقة دي بس القصد ان العبادات هي اللي توديك لقوة الايمان تمام لو عندك قوة ايمان حقيقية فانت مدرك ان فيه خالق مدرك ان فيه مدبر مدرك ان فيه رب ما هو اوقات لو انت اب وحسيت ان ابنك بيعسى امرك او خرج عن طوعك واعب بيعفر في الحياة فتيجي ناس تقولك ايه طب ما تساند ابنك ابنك بيغرق انا عارف الحقيقة انت بس سيبه عشان يتعلم درس انت بتعمل كده مع ابنك عشان تعلمه مش عشان تخص عليه دي تربية ولذلك ربنا لو الناس بتدرس عن قيدة وإيمان تعرف فيه فرق بين إله ورب طبعا ربي يعني ربي إله يعني إله الكون وخالق الكون فهو إله لكل البشر تمام ولكن يربي المؤمنين اذا نرقم واحد قوة الإيمان قوة الإيمان رقم اتنين معنا تصل تليفوني اوكي السلام عليكم السيدة صفا من دمائك صباح الخير السيدة صفا من دمائك صباح الخير هيا صفا ولا صفا لا صفا صباح الخير يا السيدة صفا ف entered حدثت يا دكتور انا امي ما فيش شوار بني وبينها خالص. والاهل هنا اسفين علي دايما. يعني حصل خطأ بيمسكه لي طول العمر. اه ما ما بيسامحونيش ابدا. بيفضروا مسكين. اعمل معهم ايه وما فيش شوار دايما بيني وبينهم. يعني مخلص مني على طول. انت عيشة معهم? اه. اه. في نفس البيت. في نفس البيت اه. بس ما فيش شوار. معلش. ليك ليك اخوات? اه. تمام. تعاملهم مع اخواتك عاملين ازاي? لا اه الاولاد يعني اصدق اه اخواتك سوى كانوا اولاد او بنات. اه يعني. بيتعاملوا معهم ازاي? اه. اتعامل اه. مباك امامتك مع اخواتك تعمل ازاي? اه. اه. لا اه. في حوار ما بينهم وفي حد وفي حب. منهم بنات برضو? منهم بنات بيتعاملوا معهم بنفس الاسلوب ده? اه. تمام. طيب. استاذ صافة خليني بس هسألك سؤال اخير وحاجة تقفلي معنا واتسمع الاجابة. معلش عند حاجة كم سنة لو سمحتيلي او ينفع تجاوبي على السؤال ده? 29 سنة. ماشي استاذ صافة. حاجة تقفلي وهتسمع الاجابة من الدكتور عادك. صدل. تمام. هو انا سألته سؤال وكنت متوقع اجابتي اه. اللي هي فكرة اه. هو انا اه. هل تعاملهم مع اخواتي نفس المنقف ولا لا. اه. في حالة اختلاف الاسلوب والمنقف مينفعش احط الطرف التاني ان هو المتهم بس. وهي صافة بقى هتسمحنا عشان تاخد نصيحة صح. تمام. فمش هنحاول نخدعها نقولهم اه ده اسلوبهم مش كويس وحاولوا التعامل لما معهم بزكاء شوية والكلام ده كله. لأ ايها محتاجة تراجع نفسها هي كمان الاول. ده لازم. لأول خطو تراجع نفسي. لان لان فكرة لو انا مثلا عندي مدير بيتعامل مع كل الناس. بتعامل سلبي وسيء يبقى هو اسلوبه سيء. تمام. انما بيتعامل مع بعض الناس باسلوب سيء وبعض الناس باسلوب ايجابي. جاي زي لان اللي عندي مشكلة اصلا في اسلوب يفترقتي فمش محفزان يتعامل معي كويس. خلينا نقول بقى الاستسافة المفهود انها تقعد مع نفسيها الاول. تمام. وتشوف ايه هي المفهود تعبله اللي باباها ومامتها بيختلفوا معا فيها. وممكن تبقى تتصل بين الاسبوع جاي. طيب انا انا سهل لها الموضوع اكتر. طيب. انا اقول لها مش تسأل نفسها المفروض تعمل ايه. هي تسأل نفسها. هو سؤال واحد كده. ليه اخواتي بابا وماما بعملهم افضل مني. مش من باب النياة تبصلها من زاوية تفضيل. تمام. عشان ما ايه. عصلا ليه اخواتي دي وافضل بقى ايه. نحزن بقى. ليه اخواتي بيعملهم حالو. وانا اخواتي دايما بابا وماما مهتمين بيهم. وانا دايما اللي محطوطة عليها في البيت ده. وانا دايما اللي بيعملوني وحش. لأنا عايزك تسأل السؤال. هم ايه اللي بيعملوه. ايه اللي اخواتي بيعملوه. لبابا وماما مثلا ممكن. يكون انه هما احيانا الاب والام شوية. لما بتكون اه ثقافتهم شوية محدودة. اه وطبعا اهلين الكلوم على على راسنا من فوق. تمام. بيبقى حبة عايزك تمشي على دماغه. تمام. فبيطلع فيه ولد زاكي او بنت زاكية بتقول حاضر وطيب وعناية. وفي الاخر بتامن اللي ايه. اللي ايه عايزك. شوف اخواتك بيعملو ايه. وبعد مع نفسي. وشوف ايه اللي انت بتعمليه بيخلي باباك ومامتك يزعلو منك. عندنا تحس الحلقة النهاردة انت احنا بنحلم بالحاجة الجنة. تمام. حلمنا ان احنا نطلب شاي وقهوة جنة شاي. وقهوة ينسون وقهوة. حلمنا ان احنا يكون معانا حد فقيف الدين. الو. الو. شيخ احمد. ازاي ما عليك يا دكتور. سبقنا يا شيخ احمد ازاي كخبارك ايه. مولانا شيخ احمد عبد الرسول. امام وفقير. انا والتكبال والسرور يا دكتور. ازاي سعبتك. زيك الشيخ احمد. شيخ احمد احنا احنا بنتناول العيام دي موضوع الانتحار. نعم. عايز اعرف كده من حضرك رأي الدين في الانتحار. تمام تحت امر سعبتك يا دكتور. ودايما متعلق. ودايما يعني منور الشاشة. وبحي حضرتك يا دكتور على هذا البرنامج. الله يخليك. المثمر. وحي ضيفك الكريم الدكتور عادل. الله يخليك. ودايما كده متعلقين ودايما موفقين. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على فيه لنا رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض. فالانتحار في الاسلام معناه قتل الشخص نفسه عمدا. يعني الواحد يأتي النفسه عمدا. تمام. وهذا يعد جريمة ومعصية يأثم فاعله. لان الانسان يعتدي على الناس التي هي ملك لله عز وجل. طب. فنفسه وهبها الله تبارك وتعالى. لا. فليس له ان يستعجل ذلك. بالموت بازهاق الروح. لان ذلك تدخل منه كما لا يملك. تمام. والله تبارك وتعالى يقول. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة. فربنا نهانا عن قتل النفس. فاذا ما تعرض الانسان لبلاء او فعليه ان يصبر وان يلجأ الى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال لحبيبه ومصطفى. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب العلاق يا رب تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش اي واحد تجيله مشكلة دكتور علاء او تجيله ازمة او يجيله اي موضوع يشتد عليه فيلجأ الى قتل نفسه ويبادر بقتل نفسه فهذا اسم عظيم وذنب كبير يأسم فاعله ويأسم على هذا الفعل ان تعمده ويعني بادر بازهاق روحه واستعجال الموت من هذه الحياة. قال الامام النووي ان من قتل نفسه او ارتكب معصية غيرها اي غير الامتحار ومات من غير توبة فليس بكافر. يد اكد العلماء قال من المنتحدة ليس كافرا لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي ومن الكبائر التي الامر فيها مقوض الى الله تبارك وتعالى. ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم النشيئة الالهية. وحفظ النفس يا دكتور علاء من احد الكليات الخمس. والحياة دار امتحان وابتلاء واختبار. فعلى الانسان اذا ما تعرض لبلاء او مشكلة عليه ان يلجأ الى الله تبارك وتعالى. والاسلام يحصه في هذا الوقت على الصبر على طاعة الله وعلى البلاء. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. وليس ذلك لأحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وان اصابته ذراه صبر فكان خيرا له. فعليه ان يسلم الامر لله. وان لا يجزع وان لا ييأس من رحمة الله عز وجل. قال تعالى انه لا ييأس من روح الله الا القوه الكافرون. الله يفتح لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ثابت الضحاك ان النبي قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تردى من جبل يعني افقط نفسه من فوق جبل او من اعلى برج او من مكان عالي. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها ان يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. رواه البخاري ومسلم. الله يفتح عليك مولانا انا عايز بس اقولك على حاجة بجد. لو تسمح لي احنا محتاجين ارتب محرك حلقة. ودي تبقى قريبة جدا نتكلم عن هذا الموضوع باستفادة. طب وهل المنتحر ده لو مريض يبقى حكم الدين ايه? وهل المنتحر ده? وهل المنتحر ده لو مش لو مريض يبقى حكم الاسلام ايه? وهل لو حد زق حد? ايه الوضع بالزبط? لان الموضوع كبير. الله يفتح عليك مولانا. ولكن انا عايز بس اقول حاجة في اخر مدخلة حضرتك. احنا معانا الحل. بس احنا دائما بنابلنا على الحل. كتاب الله وصنة رسوله. او الانجيل بالنسبة للاخوة المسيحية. اه انا بشخ حاجة فضيلة الشيخ احمد عبد الرسول على المدخلة الكريمة بتاعتك دي. وخليني بعد الهوى ارتب محرك ان احنا محتاجين نرتب حلقة وبسرعة لو سمحتيني طبعا. شكرا مولانا. خلاصة. بس احنا بتتكلمنا على قوة الايمان. دي الخط ورقم واحد. صح. احنا قدامنا دلاتي حاجة من اتنين. احنا قدامنا سبع دقيق. يا اما هنكمل الخطوات علشان ما نخشش في الكآبة اللي تؤدي للاكتئاب. اول ان احنا نتكلم على الكريزمة. يا امرأة تلت ده بقى شوف كيفما يتراء لك. انت نكمل عشان. ضيفي وانت طبعا صاحب المكان خلاص. يا باش الله نكمل عشان انا دايما بيشغلني المطلقة. تمام. يعني. خلاص احنا ممكن نخلي الكريزمة دي. خليها في حلقات تانية. في حلقات تانية. تمام. تمام. قوة الايمان رقم واحد رقم اتنين. تمام. اه رقم اتنين هي تغيير القناعات. تغيير القناعات. تمام. هو بيتبنى بعض القناعات السلبية. وفي واحد تاني بيتبنى قناعات ايجابية. بالمناسبة القناع هي الحكم في الموضوع مش الحدث. يعني بمعنى اضاق. انا وانت بنمر بنفس الظروف. تمام. بس في واحدة مثلا بتفقد ابنها واحدة تانية بتفقد ابنها. فواحدة عندها قناعا ان هو كده ربنا سيب لها بيت اسمه بيت الحمد في الجنة. وان هي كده عايشة في نعيم. وان هي المفروض لو لو تمسكت بالصبر. ربنا هيكرمها ويعوضها خير. وفي واحدة بتكرر بعد سنتين تلاتة ان هي تتخلص من حياتها مش قدر تكمل. وشهرين تلاتة وهتموت وراها. تمام. الفرق ان دي مات لها ابن ودي مات لها ابن. ده عنده كنسر ده عنده سرطان وده عنده سرطان. في واحد تخطى المرض وعمل ودخل مسابقات رياضية وتفوق وكان السرطان سبب انطلاق واصلا. يعني بعد حدثة السرطان بدأ عشان يثبت لنفسه يتحدى ذاته. في واحد بيعمل حدثة فيبقى عنده اعاقة. فبعد الاعاقة ممكن يدخل في جوائز ومسابقات وهو ممكن كان قابل الحدثة كان شخص عادي خبز. تمام. تمام. وفي واحد تاني بيدخل في دائرة اكتئاب وكئابة وموت وممكن ينام في جنب. فالقصة كلها مش الحدث. احنا بنعتقد ان اللي بتصرف في حياتنا هي الاحداث اللي حوالينا هي اللي دفعتنا لده. لأ دايما نسأل نفسك سؤال هل في حد مر بنفس الظرف اللي انا بمر به وقدر يتخطى ويعيش حياته سعيد ومبسوط ولا مفيش. طيب تاني حاجة تغيير القناعات. تمام. وقدر يبقى انت تقدر. تمام. لو مفيش وانت متأكد يعني ان فوس التمانية مليار اللي على الكرة الارضية مفيش يبقى يبقى انت عندك حقف اللي انت بتامني. طيب قوة الامان تغيير القناعات. تمام. تالت حاجة. اما تاب نقطة. اه يعني هنقوله على السريع بقى. تمام. حاجة انت تقفل بقى معي. هنقولهم سريعا. قلنا موضوع الفتفضة. وكلمنا مبارح ان الفتفضة تبقى مع اهل خبرة مش اهل. اهل خبرة مش اهل ثقة. تمام. يعني زي انا بسأل الشيخ دلوقتي. بدل ما راح اسأل واحد عادي. والمتحر كافر ولا. طيب ما انا عندي شيخ يسأل. تمام. يبقى اهل خبرة مش اهل ثقة. الحاجة اللي بعد كده هي فكرة الوجود في بيئات ايجابية. يعني تواجد في بيئة ايجابية. حتى لو انا قاعد غصب عني في وسط البيئة الايجابية. ولكن هي هتدفعني ان انا انتقل نقلة تانية افضل. تمام. ان انا قاعد في وسط الناس دي فيبدأ يؤثروا عليها باتجاه ايجابي. تمام. الحاجة اللي بعد كده ان انت تقتحم الحياة بالتدريج. يعني بلاش بلاش فكرة العزلة. تمام. وبلاش برضو تروح تقتحم الحياة عافية. تمام. لان انت طالما في حالة كآبة بتحتاج سنة شوية تبعد. بس بلاش تبعد كتير. تمام. يعني ربع ساعة بعد كده نصف ساعة بعد كده ساعة يعني كل ما ده اقتحم الحياة اكتر. تمام. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي اللي تساعدك على ده هي فكرة حب الذات. ودي مهمة جدا. انك تحب نفسك. فعليا ما حدش يقنعني ان المنتحر حابب نفسه. هو خلاص وصل لحالة انه كره نفسه. تمام. حب ذاتك وتقبلها. والنقطة دي الاهمية انا ممكن حتى ما اقولش بعدها لانها هي مهمة جدا. وهتسمح لي في ديئتين بس ان انا اركز عليها شوية. انا النهاردة لو جبتي شيخ. تمام. زي شيخنا الفاضل اللي كان بيتكلم. وشيخ تاني برضو بيتكلم. و جبت قصاد الشيخ الاولاني ده. واحد ملحد. والشيخ التاني قصاد واحد ملحد. بس عندي الشيخ احمد. تمام. لو كان بيتكلم. ما شاء الله عليه عنده تقبل للملحد. مش تقبل لالحاده. احنا قلنا بيفرق من الملحد كشخص. بكشخص. وقاعد في الاستوديو بيحور عشان يقنعه ان هو يخرج عن دائرة الالحاد. وعندي شخص تاني. الشيخ سين بقى مش هنقول اسمها يعني. تمام. الشخص سين او الشيخ سين قاعد قدام ملحد تاني. والملحد التاني ده الشيخ سين مش متقبله. انت زي اصلا يا ابني طلح. انت زي انت حتت مخلوق فاسل كده من تمانية مليار بني ادم على القرى الارضية. ازاي يعني يعني تنكر وجود الالحاد. فرد فعل التاني هيروح سيبدو الاستوديو وماشي ورد فعل التاني هتقبل كلامه. طيب سؤال بقى. مين فيهم اللي عنده امكانية او نسبة لو حدت واحد في المية قدرة على تغيير موقف الاخر. الشيخ احمن. الشيخ احمن. الشيخ سين. واحنا كلنا هنضطر نسيب استوديو ونمشي دلوقتي. تخيل? طب هنكملها بعض الفاصل عشان مهم. لا لا هنسيب استوديو خالص وليف كلها. كل دينا. دكتور عادل ايه رأيك على المصطبع حالو? اه لا جميل. جميل. دكتور قاعد بتتكلم براحتك. اه قديني يا نطيفة كده. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر الدكتور عادل المرزوء استشاري التنمية الذاتية والإدارية. انا حفزت الطيقة اللي هو فهمته. دكتور عادل انا بشكرك. تسلم. ان شاء الله معدنا الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من البرنامج على المصطبع بعد ما اتحكت. وبعد ما عندي قوة ايجابية وطاقة ايجابية. ومش هروح ولا الكئابة ولا الاجتهاب. اشوفكوا على كيان الاسبوع الجاي.